أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة عن بدء تطبيق الفعلي لقانون المحال العامة ولائحتها تنفيذية بمحافظات الجمهورية جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لترخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثل كل من الوزرات والهيئات والجهات المعنية بالدولة وأشار إلى أنه تم مراعط تبسط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص في القانون الجديد وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار الترخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة يتبع اللجنة العليا للترخيص عدد 339 مركز لإصدار الترخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمال عدد 316 نشاط ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة ولأول مرة تم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحث والإسكان والحماية المدنية قانون كله حوافز ميسر أنت بتاخد رخصة بعد ما كان بتقعد بالسنين مش عارف تاخد رخصة هتاخد رخصة في شهر وإذا انقضت المدة وما ردش عليك مراكز الاعتماد الرخصة تصدر بقوة القانون في ميسر كتر من كده ومعافية كديمة مش موجودة قبل كده خالص دي جديدة خطوة جديدة وقوية جدا هتجبر مراكز الاعتماد على أنها في المدة المحددة الستين يوم بتوع فحص الطلب لازم ترد بالإيجاب أو السلم لأنه لو ما ردش في الستين يوم دول رخصة صدرت